غرباء يجوبون شوارع المدينة يتنقلون من مكان إلى آخر يستوقفون المارة طالبين ما يعينهم على تكاليف الحياة بعد أن ضاقت عليهم سبل الارتزاق أو هكذا يقولون الخوف من تزايد انتشار هذه الظاهرة دفع بعض سكان المدينة للمطالبة بدراستها والوقوف على أسبابها تلافية لانعكاستها السلبية على أهالي سبهة حقيقة يعانوا منهم عناء شديد بين العاطفة وبين جد لأنهم حتى الإنسان اللي تستحق لعينة يعني معاش فكروا الناس أن هذا يستحق ولا ما يستحق الخشية من أثار هذه الظاهرة دفعت أيضا لمطالبة الجهات المختصة بالتحرك لمعالجة المشكلة لما في ذلك من تشويه للصورة العامة لكبرى مدن الجنوب نتمنى من الناس المسؤولين والحرص البلدي يعني يقوم بواجههم تجاه هذه الظاهرة ويقافهم عن هذه المظاهر ويرى بعض سكان مدينة سبهة أن ظاهرة تسول تحولت إلى ممارسة يومية بالنسبة إلى البعض من الوافدين من خارج البلاد حيث ينتظمون في إطارها بشكل مستديم ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء انتشارها في الآونة الأخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة